طبعا هذا الاجتماع هو مكمل للمحادثات الفنية الأمنية التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الستراتيجي في السابع من نيسان الماضي اليوم الجلسة كانت مهمة وابتدأت في الساعة 11 صباحا في بغداد من خلال طبعا فريق العمل اللي يترأس سيدة الفريق الركن عبدالأمير الشمري ناب قائد العمليات المشتركة وايضا الجنرال بور كارفرت اللي هو قائد عمليات العزم الصلب في العراق والسورية لعل أهم النقاط هو الاتفاق على موضوع السيادة والعلاقة الستراتيجية بين العراق وبين الولايات المتحدة كبلد إلى بلد كامل السيادة أيضا على وضع بلامح جدولة توقيتات وإطار خروج القوات القتالية أن تكون خارج العراق في إطار زمني متفق عليه إن شاء الله طبعا هذه الجلسة هناك جلسة أخرى سوف تكون ممكن في نهاية تموز أو بداية آب القادم في بغداد أو واشنطن سوف يتم الاتفاق لاحقا على ذلك إذن موضوع الاتفاق على موضوع توقيت زمني محدد لخروج القوات القتالية لا نقول القوات التي تشارك بالتدريبات والاستشارة وغير ذلك القوات القتالية وهي التي تكون دائما ما حل جدل لم يحدد حتى اللحظة تم وضع الأطر الفنية وجداول زمينية بإذنه تعالى ولكن الملامح الأخيرة للتوقيتات النهاية سوف يتمخذ ذلك في الاجتماع القادم لكن من حيث المضمون من حيث التفاصيل من حيث الاتفاق قد استكملنا كل هذه الترتيبات بالتأكيد أيضا هذه القوات تواجدت منذ العام 2014 يعني أمان الحرب ضد داعش الرهابي في العراق وسوريا وكانت تقدم المشورة وأيضا الجهد الاستخباري وطلعات الاستطلاعية وضربات الجوية وكلها من خلال الحكومة العراقية من خلال يعني المشورة أيضا من خلال القوات التحالف ولكن أيضا كل الضربات تكون بطلب من خلال الحكومة العراقية قيادة العاملات المشتركة بالتأكيد هي تلعب الدور الرئيس والفاعل في إدارة هذا الموضوع كتدريب نعم نستمر كمشورة نستمر كتبادل المعلومات الاستخبارية نستمر العراق عضو فاعل ومهم جدا على المستوى الدولي في قضية الحرب ضد داعش الرهابي واليوم التطرف وداعش الرهابي هي قضية عالمية والعراق من الدول المهمة في محاربة الإرهاب وتطرف